دكتور معنا إذن مؤشرات عديدة تفيد باقتراب الأطراف من حل أزمة الملف النووي الإيراني بداية من إطلاق صراح محتجزين اثنين وإعادتهما إلى بريطانيا وتصريحات المسؤولين من كلا الطرفين كيف تقرأ أنت الموقف دكتور؟ تماما هي مجموعة من المؤشرات وأهم مؤشر كان هذا الغضب الإيراني من موقف موسكو في الأيام الأخيرة حين طالبت أو اشترطت وجود ضمانات أمريكية لا تطال العقوبات بشأن تعاملات المقبلة مع إيران في حال تم الاتفاق بما يعني أن موسكو كانت على علم أن المتخصمين أو المتفاوضين بدأوا يقتربون من هذا الاتفاق وأصبح قاب قوسين أو أدنى ثانيا كما ذكرت تماما هذا التوقيت الغريب في إطلاق صراح السجنان البريطانيين مقابل طبعا عائد مالي لكن الطرفين يعتبران أن هذه الصفقة ليس لها علاقة بالاتفاق النووي لكن أيضا أي مراقب ممكن أن يعتبر أن هذه الصفقة كان بالمكان إتماما منذ فترة لكن لم يتم ذلك إلا بناء على الظروف التي تقول أن إيران والولايات المتحدة طبعا إيران والخمس زائد واحد يقتربون من الاتفاق الجديد دكتور محمد ما زال الاتفاق قيد الإنشاء ولكن هل سيكون بنفس شكله القديم لما قبل خروج واشنطن منه؟ يعني لو كان يجب أن يكون كما كان قبل خروج واشنطن لما كانت المفاوضات استغرقت كل هذه الأشهر وكان بإمكان الرئيس بايدن كما وعد أثناء الشحي الانتخابات أن يوقع مرسوما يعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق كما وقع دونالد ترامب مرسوم يخرج الولايات المتحدة من الاتفاق لكن ذلك لم يحصل أن الولايات المتحدة مؤسسات الولايات المتحدة لم تكن راضية عن هذا الاتفاق وبالتالي المفاوضات كانت عسيرة طبعا في هذا الوقت كانت الإيران قد رفعت من نصب التخصيب إلى درجة بدأت تقلق وبالتالي أيضا لا أعتبر أن هذا الاتفاق بإمكانه أن يكون ضاغطا بالشكل المطلوب ضد إيران أعتقد أن إيران والولايات المتحدة توصلوا إلى تسوية تخدم مصلحة البلدان في هذا الظرف بالذات في ظرف الحرب الأوكرانية نعم بتأكيد وهناك ضمانات ولكن جميع السيناريوهات دكتور محمد مطروحة في حل لم تلتزم طهران هذه المرة كيف تتوقع أن تكون شكل العقوبة؟ يعني أفترض أن طهران التي عرفت ماذا تعني الانتخابات التي وصفت العقوبات التي وصفها دونالد ترامب بالعقوبات التاريخية تعرف تماما مقتار الوجع الذي عانى منه الاقتصاد الإيراني ولا أعتقد أيضا أن هذا الاتفاق بإمكانه أن يشكل ثقلا كبيرا على إيران خصوصا أنه يبدو أن الاتفاق توافق عليه القيادة الإيرانية والدليل على ذلك أن إيران غضبت من موسكو ولم تغضب من الولايات المتحدة بشأن هذا الاتفاق لذلك أعتبر أيضا أن لديها مصلحة إيران بالعودة إلى المجتمع الدولي إلى المنظومة الاقتصادية بعودة الشركات الأجنبية إليها ولديها مصلحة أيضا في استغلال هذه الأزمة في الطاقة حاليا لإعادة ضخ ما تملكه من نفط وغاز باتجاه الأسواق الغربية وخصوصا الأسواق الأوروبية طيب دكتور محمد هل نتوقع مع إعادة بلورة هذا الاتفاق الاتفاق النووي هل من الممكن أن تعود إيران بشكل طبيعي لحضرتها في المجتمع الدولي؟ يعني إيران لم تكن يوما بشكل طبيعي منذ عام 79 حتى الآن خياراتها في السياسية هي خيارات تعتبر أنه ضامنة للنظام في إيران أنه تصدير الثورة، إيجاد القلاقل في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن هذا التوتر مع دول الخليج والدول العربية، هذا التوتر مع دول العالم هو جزء من ديمومة هذا النظام لا أعرف إذا كان النظام قد يتغير أو قد يفاجأنا بالتغير بعد هذا الاتفاق يفترض أن المصالح الإيرانية تفرض على إيران إعادة قراءة لعلاقاتها بالعالم وخصوصا بدول الجبار شكرا لك على هذا التحليل من لندن مباشرة دكتور محمد قواص الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لك